أمير برضو عايز أتكلم معاك على التيشيرت النهاردة أو النهاردة تقريباً النهاردة الصبح تم الإعلان عن التيشيرت اللي حيلعب بي النادي الأهلي في مباريات الدوري خلال الفترة القادمة تشيرت معظم الناس كتبة تعليقات جيدة على التيشيرت ده مصمم التيشيرت إيه اللي حصل؟ احكي لنا الوضع إيه؟ التيشيرت السندي مع أمره لو فيه أي صور ممكن أن شرح لك تفاصيله عامة إزاي؟ لو سمحتك يا شباب حطرنا الفيديو اللي معانا على الموضوع ده تفضل بص هتلاقي الـ واحدة واحدة سميرة عشان اه واحدة واحدة بص المنظر ده كده تشيرت هنا هتلاقي إن فيه خطوط فيه كارهات في النص الكارهات دي كانت أمره والأهلي لما كان أهلي بيبس أمره في السبعينات في السبعينات كان فيه أحد ديزاينز كان موجود ممكن الحمرة بس لو نخليها الحمرة أصل وقت الفيديو جاي كده فهتقع يلفه وعيجي تاني الحمرة هتلاقي الكارهات اللي موجودة دي كانت وقتها موجودة في السبعينات برده اه تمام؟ وفي نفس الوقت برده هتلاقي تالت خطوط بالطول في وسط الكارهات وفي النص خط وعا الجنبين يمين شوال خط كده بالأحمر أخف شوية من الكارهات ايوا التالت خطوط دول دول بيرمزوا لأول تيشرت الأهلي لعب بيها في الكرة من مش حافة حاجة سانة حاجة وثلاثين حبارفية مش انا مش شاكل بصراحة يعني بس كانت التالت خطوط دول واحد هتلاقي في النص في اليمين خالص في خط كده بالأحمر خفيف خفيف او اه اللحمر الكارول في النص في خط الأحمر خفيف ايوا برضو اوكي على الجنب نفس الكلام ده بيرمزوا لتيشرت الأهلي برضو زمان كانت لونها أبيض وكان فيها تالخط بالأحمر يعني ده مش معمول كده لا لا مش معمول كده اوكي في نفس الوقت برضو كان في عالم مصر اول مرة نحطه على الظاهر تيشرت من فوق كمل ايوا ده كان اول مرة برضو نعمله ايوا اوكي بالنسبة لنا كان نشيكين ندل أهلي هو دايما وجهت مؤثر في الكرة الأفريقية والعالمية فمنطق منطق ان احنا نخط عالم مصر يكون موجود بيرمز للبلد بالزبط اوكي ده بالنسبة للتيشرت الهوم يعني اوكي القوي فيها فكرة كان بص تلك خطوطها ميناء وعند قفشة بالزيت شايف اوكي الابيض اللي على الجنب الواحده ده اوكي بالزبط اوكي القوي كانت أمره كانوا التيشرت الاهلي كانت الحمرة والسودة وتركواز اوكي وقتها أمره لما جموا صنعه في مصر هنا وحتى في دبي كان مصنع طبعا الأحمر هو رقم واحد ده الأساسي طبعا الاسود باع أكتر من الأحمر ياه تمام فأمره حصلوا مشكلة ان احنا دائم مشكلة في مصر برضو في اللبس المضروب شوية مش عايفين لسه مش عايفين نوعية حكم قوي فأمره حصلوا مشكلة جمدة جدا فجت فكرة ان احنا ازاي نضمن او ان نبقى عارفين السوق برضو ان نبقى حافزينه أكتر شوية فقالوا ان احنا هنغير طقم الاسود في السنة اللي فاتت دي هنشيله هنلغيه وعشان كده عملنا طقم أزرق ومتطعم بقى أحمر شوية وطقم التالت كان رماضي في السود في السود تمام تمام والسنة اللي بعدها اللي هي السنة دي هنرجع على السود اوكي نكون عارفين ان السود مع الناس هتلاقي الفيدباج بتاعه أقوى من لحنا كمان اهلا وهو السود أصله ملك اسود وبوس دايما هتلاقي السود هنا في لعب يعني فيه نسر موجود كبير في النسل ده نسر موجود في اللي هو في البيجرين في النسل ده واربع نجوم بيرمزه للدورة المصري ده 40 دورة ده 40 دورة اه 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 بلى الخمسة اخي انتفى الله ده اللي حصل الوقتي فعلا النهاردة الصبح من أول منزلنا لقد دلوقتي اللحمر شغال كويس جدا في البيع في المنافذ اللي في قهر اوكي وليسه شغال كويس جدا بس ليسه ده أكتر من الحمر برضو فالنهاردة فأمره النهاردة كان ايه دي الفكرة من انت السنة دي هو خلص هو عارف السوق عايز ايه فهتشل السود سنة اه والسنة بعدها هنراجع لسود تاني حتى وقتها احنا سافت هجمنا جميع جدا ليه شلتوا لسود هيه كانت أمره كانت عشان يعني في المبيعات حاجة تساعدهم شوية فدي أصدناها